فعلها النصر وتأهل الفريق لدور المجموعات بالكونفدرالية عقب فوزه في إياب دور الاثنين والثلاثين مكرر خارج ملعبه في كامبالا على حساب برولين الأوغندي بهدفين دون مقابل في مواجهة كانت صعبة على ممثل ليبيا خاصة وأنه تعادل في مباراة الذهاب بملعب برج العرب في الإسكندرية بهدفين لمثلهما النصر تقدم في الدقائق الخمس الأولى من اللقاء بواسطة لاعبه خالد مجدي ليفتح أبواب الأمن لتأهل مرتقب لممثل ليبيا في هذه المواجهة لكن الخصم بكل تأكيد لن يرمي المنديل وحاول في مناسبات عدى معادلة النتيجة لكن شوط المباراة الأول انتهى على هذه النتيجة في الحصة الثانية تقدم لعبو النصر للهجوم وحاولوا مرارا وتكرارا تحقيق الانتصار الذي من شأنه أن يقودهم لدوري المجموعات وذلك ما حدث عندما أضاف لعب خط الوسط أسامة البدوي الهدف الثاني الذي قد فريقه للتأهل إلى مجموعات الكنفدرالية الأفريقية اشتركوا في القناة